تقارب قطر وإيران غير مفيد واتخاذ القيادة القطرية دور وكيل إيران الدبلوماسي يجب أن يتوقف صحيفة واشنطن تايمز نشرت مقالاً أعلن فيه جيمس لايونز الضابط السابق في البحرية الأمريكية موقفه هذا مخيراً قطر بين الولايات المتحدة والتطرف لايونز الذي تولى قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ وكان كبير ممثلي الجيش الأمريكي في الأمم المتحدة قال إن دور قطر في تقويض استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط لا شك فيه ويتماشى مع دور إيران فقطر استخدمت منصات إعلامية لتهاجم دولاً أخرى ووفرت أيضاً تمويلاً ضخماً لميليشيات إرهابية كي تضعف جيرانها كما يؤكد الضابط الأمريكي السابق نشاطات تناقض أهداف قمة الرياض في مايو الماضي التي شاركت فيها قطر نفسها فخلال القمة الأمريكية الإسلامية سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على التزام جدي من جميع رؤساء الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية لكن قطر بدت الجهة الملامة في القمة يشير اللايونز في مقاله نظراً لدعمها جماعات متطرفة عدة خصوصاً جماعة الإخوان مما يفسر اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرر مقاطعتها فالدول الأربع انتقدت اختيار الدوحة طهران حليفاً لها على الرغم من علمها بما تكيده إيران ضد دول المنطقة ولقاءات القيادات القطرية والإيرانية تعكس رغبة إيران بالتدخل بشكل أكبر في شؤون العالم العربي وإشعل مزيد من الأزمات حتى باتت توصف قطر بالنسخة المصغرة عن إيران وفق الصحيفة الأمريكية وأشار التقرير الأمريكي كذلك إلى الدعوات المتصاعدة في واشنطن لدفع إدارة ترامب لأن تنقل قاعدة العديد العسكرية من قطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر